اشتركوا في القناة انا عندي خصم هذا الخصم لا يوقر الشيخ الكبير ولا يرحم الطفل الصغير هذا خصم هالشكل لا يوقر شيخا كبيرا ولا يرحم طفلا صغيرا الامام صلوات الله عليه في هذه الرواية يقول له ومن هو خصم قال الفقر الفقر عندما يأتي ما يرحم الطفل الصغير الطفل الصغير يحتاج الى حليف عندما واحد فقير ما يتبكن يوفر لطفل حليف الطفل يبكي ويبكي ويبكي ما عنده ثمن حليف في منطقة من المناطق افراد كانوا وجهاء كانوا كرام قوم لكن تقلبات الدهر وتلك الايام نداولها بين الناس شردوا جاءوا الى منطقة واحد من الموجودين في تلك المنطقة قال احنا نعطيهم وجبة غذائية الى ان نعطيهم الوجبة الغذائية الثانية كل شي ما عدهم يعني اذا ما عطيناهم وجبة ثانية يعني ذول يجب ان يموتوا من الجول اطفال عدهم اطفال يحتاجون الى حليف ما عنده حليف هذا الخاصم لا يوقر الشيخ الكبير ولا يرحم الطفل الصغير فاطرق الامام صلوات الله وسلامه عليه ثم رفع رأسه الى الغلام وقال له روح ايش ما عندك جيب اطيل هذا كل ما عندك يعني كل ما في خزينة الامام عند هذا الرجل كل اعطي لهذا الرجل ذهب ذلك الرجل الخادم وجاء بكل ما يملكه الامام عنده خمسة الاف درهم كانت عنده معادل في ذلك الوقت لخمسمائة دينار ذهب فاعطاه الامام ذلك المبلغ او امر الخادم بان يعطيه ذلك المبلغ ثم قال له بالله عليك الامام الامام يقسم عليه بالله اذا في يوم من الايام جاءك هذا الخصم جائرا فأتني متظلما اذا يوم من الايام جاءك هذا الخصم جائرا فأتني متظلما اذا يوم من الايام اشتركوا في القناة